تكرار أحكام الإعدام الجماعية ضد العشرات من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين والتي كان آخرها حكم بإعدام 183 متهما 143 منهم حكم عليهم حضوريا وأربعون غيابيا دفعت منظمة العفو الدولية إلى وصف تلك الأحكام بأنها علامة على تجاهل مصر القانون الدولي حسيب حيص صحراوي نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قالت إن أحكام الإعدام اليوم هي مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري مضيفة أن هذه الأحكام يجب أن تلغى وأن يقدم جميع المدانين إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية وتستثني عقوبة الإعدام وقضت محكمة جنايات القاهرة كذلك بسجن مراهق لمدة عشر سنوات والبراءة لمتهمين وانقضاء الدعوة لاثنين آخرين بسبب وفاتهما وبموجب القانون المصري تعتبر أحكام الإعدام هذه غير نهائية لأن الطعن أمام محكمة النقض الزمي كرداسة إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة تعتبر معقلا رئيسيا للإسلاميين في مصر ولا تزال تشهد تظاهرات شبه يومية احتجاجا على الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي الذي تنتشر صوره حتى الآن في عدد من طرقاتها وتثير أحكام الإعدام على المتهمين الإسلاميين في مصر ردود فعل غاضبة من دول ومنظمات حقوقية دولية فقد سبق واعتبرتها الأمم المتحدة أنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث